السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تمة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر مستجدات لا شك إخواني أخواتي من العنوان عرفتوا الموضوع دياليوم اليوم الإخوان غد نهضروا على السيد الدبلوماسية أسد الدبلوماسية قاهر الأعداء ناصر البوريطة وزير خارجية المغربية والشؤون والتعاون الإفريقي نشوفوا يا الإخوان المنصب الجديد اللي حصل عليه السيد ناصر البوريطة في الحكومة الجديدة أو اللي كيقودها عزيزة خنوش بقامعي يا الإخوان نشوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع ولكن قبل الإخوان دائما كطلب روطيني كنطلب منكم الإخوان أنكم تدعموا هذا القناة بالإعجابات ديالكم وبالبارتاج واللي أول مرة شاف القناة وعجبوا المحتوى ما يبخلش علينا الإخوان بالاشتراك ويفعل الجرس بجيما يتوصل بالجديد إخواني أخواتي ما غدي تخسروا حتى شي حاجة إلى سجلتوا الإعجاب ودعمتوا القناة تبعين على مئسكا شكرا جزيلا لدعم القناة أما الضيوف الجداد فمرحبا وآلف مرحبا على بركة الله غدي ندخلوا صور بالموضوع إخواني أخواتي السيد ناصر البوريطة أسد الديبلوماسيا كيحصل على منصب جديد ناصر البوريطة اللي كيحضب تيقة كبيرة من عن جلالة الملك محمد السادس نصره الله نظرا للكفاءة دياله والديبلوماسيا دياله والرزانة دياله إخواني أخواتي بفضل ناصر البوريطة ركع الإسباني ركع الألمان خلى إسبانيا تردخل جميع شروط ديال المملكة المغربية خلى ألماني تركع للمملكة المغربية وكذلك بالفضل ديال السيد ناصر البوريطة محبوب المغاربة بطبيعة الحال آسد الديبلوماسيا خلى الأعداء أنه مكثوره خلى الأعداء بطبيعة الحال بقى ويحلموا بشي حاجة سميتها المغرب يحلموا بالديبلوماسيا المغربية علم لهم شكون هي الديبلوماسيا المغربية اللي لحقها وطريقها إخواني أخواتي وزير الخارجية المغرب والشؤون عون إفريقي إذ أصبح إخواني أخواتي ناصر البوريطة أصبح يتولى الإشراف المباشر على القطع الجالية المغربية المقيمة بالخارج والشؤون الهجرة وفي الوقت اللي كان أفراد الجالية المغربية إخواني أخواتي بالخارج كيترقبوا تعيين كاتب دولة اللي غد يتكلف بشؤون المغرب المقيمين بالخارج أو مغاربة العالم بدأت حدة ترقب تتقلص بعد الكشف عن صلاحيات واختصاصات الأهضاء الحكومة اللي تم النشر ديالها في آخر عدد من الجريدة الرسمية حيث لا تتضمن أي إشارة إلى فترة انتقالية أو احتمال تعيين مسؤول حكومي لقطاع الجالية المغربية والشؤون والهجرة ويطرح بعض الملاحظين سؤالا حول الملفات والقضايا المتعلقة بهذا القطاع وكي ترحوا سؤال آخر واش غد يتم تكليف بعض المديرات داخل وزارة الخارجية كما يطرح هؤلاء سؤالا يعني هذ الملاحظين سؤالا في تدبير قطاع الجالية المغربية وشؤون الهجرة في حال لم يتم تعيين كاتب دولة كي تولى الإشراف المباشر على القطاع في 2017 تم التعيين ديال سيد ناصر البوريطة وزير الخارجية والشؤون والتعاون الإفريقي وفي 9 أكتوبر إخواني أخواتي 2019 تمت جديد تقا فيه خلال التعديل الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني وتم تعيين ناصر البوريطة وزير الخارجية والشؤون الإفريقي في 7 أكتوبر 2021 إخواني أخواتي ناصر البوريطة كيحدى بطيقة المغربة سيد ناصر البوريطة كذلك يحدى بطيقة كبيرة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصر الله لأنه إخواني أخواتي سيد ناصر البوريطة حكيم وعنده لغة ديال ديبلوماسيا حكيمة قهر بها الإسباني قهر بها الألمان وكما قالوا عليه الإسباني باللي عنده صوت منخفض ولكن قراراته حكيمة قراراته في محلها بالذكر إخواني أخواتي أن في هذا التعديل الحكومي كانوا أعداء الوحدة الترابية أعداء المملكة المغربية كانوا ينتظروا لإقالة ديال ناصر البوريطة ولكن إخواني أخواتي ناصر البوريطة غادي قلس على قلبهم ناصر بوريطة غادي بقهرهم ويرنعاس إخواني أخواتي من عيونهم كما راهم حاليا هنا إخواني أخواتي أعداء الوحدة الترابية كانوا خرجوا إشاعات كثيرة خصوصا للجارة الشرقية يعني كانت خرجة إشاعات باللي جلالة المالك غدي يقوم بإيقالة ناصر البوريطة وإحنا كنا بالدور ديالنا كقنوات خرجنا ووضحنا للمغاربة باللي هاتشغير أكاديب من الجارة الشرقية أكاديب من الأعداء باش يزعزعوا الاستقرار ديال المملكة المغربية ولكن هيهات ثم هيهات ناصر البوريطة غدي يبقى على قلبهم ناصر البوريطة غدي يبقى قهرهم إخواني أخواتي تحية لكم كبيرة تحية المغاربة والمغربيات وهني الناصر البوريطة بهذا المنصب الجديد هني المغاربة كامل بهذا الدبلوماسية الرائعة ديالناصر البوريطة وبداية أسبوع سعيدة وتحية كبيرة لجلالة المالك محمد السادس نصره الله ودائما الإخوان دعموا القناة بالتعليق الوطنية الله الوطن المالك والصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها والله ينصر بلادنا والله ينصر مالكنا تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر